بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين مرحبا بكم جميعا الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في الجزء الثاني من الدرس الأربعين من دورة خط الرقعة الثامنة المجانية من دورات حسن خطك أونلاين نستكمل ما تكلمنا عنه الجزء الأول يا أخواني الكرام كلمنا كنا بنشرح آخر شيء عن حرف الطاء مع الياء اتصال حرف الطاء مع الياء بط بعد أن تصالوا على النبي صلى الله عليه وسلم هنتوجه للكاميرا الخاصة بالعمل بعد أن تصالوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم كتبنا الطاء مع الياء تمام يا أسد زي كرام ويا أهل حسن خطك أونلاين طيب الآن إن شاء الله بإذن الله بعد أن تصالوا على النبي صلى الله عليه وسلم هنكتب إن شاء الله هنكتب يا أسد زي كرام بعض الحروف ولكن أنا لا أدري لماذا النت ضعيف من عندي أكيد طبعا من التليفون فخلونا نشوف السبب إن شاء الله بإذن الله يشتغل كويس السورة بكسلة عند حضراتكم أيضا ولا من عندي فقط طيب يا ألحسن خطك الله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يتزبط النت ويتزبط أيضا الصوت إن شاء الله بإذن الله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندنا خمس كلمات طيب واضح الصوت الآن صوتي واضح الآن إن شاء الله بسم الله طيب الحمد لله لعله خير إن شاء الله الله يهدي الإنترنت ويصلحه لنا إن شاء الله كله أمين اللهم أمين طيب لعله خير طيب يا أخواني الكرام لكن الصورة هي اللي مش واضحة الصورة مبكسلة شوية ولا من عندي أنا فقط من عن النت من عندي أنا طيب هناخد إن شاء الله بعض الكلمات اللي شفناها مع بعض علشان نكررها الله يرضى عليكم ويبارك فيكم يا رب العالمين هنأخذ كلمة ظهر وظريف ونظرية ونظافة وعظام خلوا الكلمات دي في أعمدة لوحدها كل كلمة كتبوها عمود كامل في الصفحة يعني مش تكتبوا كلمة صفحة كاملة لا كثير ومرهق وممل عليكم لكن ممكن تخلوا كلامك ثلاث كلمات في صفحة واثنين في صفحة وكل صفحة تعملوها عمود كامل صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنشوف الضاق مع الهاء بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم خلينا الأول نشرح الضاق مع الهاء دي وناخد على الجوانب الكتاب اللي احنا عندنا دوا علشان نستفيد به مش يبقى درسنا أشياء وتركنا أشياء صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنوقف الكاميرا النظرية دي ونذهب للكاميرا العملية الإضاءة مش واضحة طيب وضحت كده إن شاء الله أنا لا أدري لماذا الانترنت ضعيف خلوني أخرج من الجهاز ده معلش وأدخل مرة أخرى اسمحوا لي بخرج وبدخل مرة أخرى لعله إن شاء الله بيشتغل الجهاز يمكن لما ندخل مرة أخرى إن شاء الله يشتغل كويس بسم الله الرحمن الرحيم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله اشتغل وأصبح أفضل إن شاء الله الإضاءة تكون واضحة الآن ويكون شكل الكتابة أوضح طيب صلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنأخذ يا أخواني الكرام هنأخذ أول شيء حرف الضاء مع الهاء نشوف الأول شكل الضاء بيجي ازاي مع الهاء من قبل ما اشتغل وكتب أي حاجة هشوف الضاء مع الهاء صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا حروف كلمة جرهمي يا أخواني الكرام قلنا حروف كلمة جرهمي هي الحروف اللي بتنزل من على السطر من ضمنهم حرف الهاء يعني حروف اللي بتنزل من على السطر في خطة رقعة حروف كلمة جرهمي فالطاء مع الهاء لابد الهاء تنزل من على السطر ونحن بنشرح نظري وخلاص لا هنا بقى يا أسد زي كرام أنا هاخذ الطاء بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حرف الطاء واطلع لفوق من قبل حوالي نقطة واحدة فقط من السطر بطلع لفوق ولف وأنزل شفتوا حضراتكم أنا نزلت أهو ونزلت كم نقطة نزلت نقطتين أو نقطتين ونص نقطة من عند الكتف هنا وكمان نقطة ونص نازل لتحت صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم واطلع يا ألحسن خطك أونلاين يعني أطلع شبه عمودي قريب من العمودي ولكن يميل شوية يعني أنا لو قلت هقول مثلا على على تسعة تمانية وتمانين أو سبعة وتمانين على الدرجة سبعة وتمانين مش الدرجة التسعين وأنا طالع أو تسعين لغاية تسعين معك لغاية تسعين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم المهم ده عكس النزل ده عكس هناك عكس النون يا أحمد يا بي أحمد بي عبد الغني أستاذ الشيرين هنا يا جماعة الخير تخين ورفيع طلع رفيع وأخذ منها أهو بعد ما طلعت فوق أهو صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفنا إذا أنا هعمل الهاء مع حرف آخر الكتف ده نكتطين والمسافة دي بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حوالي نكتطين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم المسافة دي حوالي نكتطين خلينا نعملهم مقفلين طالما تقفلت والكتف ده نكتط طيب هو شريحة فين بهذا الشكل يلا علشان نشوفها على الكتاب نعمل لها شير في الكتاب اللي هي في الجزء الأسود اللي على الشمال ده يا ألحسن خطك أولاين أهو قدامنا على الشاشة الجزء اللي عند الكلام اللي أنا هحط عليه دائرة باللون الأحمر ده بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أهو شفنا حضراتكم أهي صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم قدامنا حرف الطاق مع الهاء طيب عصاية الطاق بقى هنيجي لشاشة العملي عشان نشوف عصاية الطاق بتنزل فين يا قال حسن خطك أولاين هاجي من فوق وانزل عند النهاية هنا صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب من يا أستاذ أنا لو عملت الرأى كده من الرأى هتنزل من عصاية هروح بالرأى فين يا أستاذ آه صحيح طيب هو كان بيشرح عشان يوري حضرتك النزول والانخفاض مقارنة بالكتف ده مقارنة بالنهاية دي ولكن بيبقى يبقى جزء بينزل من عصا سطر الأساس ما أنا يا أستاذ نزلت ده حوالي نزلت هنا شوفوا هو طلع قدام قدام الطاق ركزوا الله يرضى عليكم هو حضرتكم طلع هنا قدام الطاق قدام تكوس الطاق يعني طلع عن السطر فإذا لما هينزل النقطة بتاعته أهو لما هيعمل الهاء مع الرأى هيعملها بهذا الشكل لأن احنا قلنا دي عاملة زي لحظة الولادة صح أهو أنا رسمتها قدام حضرتكم أهو طيب مين المفروض يجلس على السطر في الكلمة كلها المفروض ده حرف الرأى أهو الهاء نزل من على السطر أهو ده سطر الأساس حد فيهم حاجة يبقى إيه ده الخطات لما جلسها في اللون الأسود لأستاذ أحمد صبري زايد لما عرسها مهلنا في اللون الأسود عشان يوريك الكتف ويوريك الارتفاع بتاع كتف الرأى اللي انت نزل منه لكن يبقى أن ده حوالي نقطتين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ده الأمر الأول الأمر الثاني أن الجزء ده مدبب أهو طالع لفوق ده مدبب الأمر الثالث أن الجزء ده رفيع الددخين ده ريح على الساعة تمانية ايه تاني يا أستاذ المسافة هنا نقطتين لو قلنا ظهر عصاية الضاء ارتفاع عصاية الضاء ثلاث نقاط أو طلها صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم الكتف ده أكتر شيء مكعر وبيلمس السطر ده بيرتفع قليلاً عن السطر النهاية دي بدأتوا تكونوا كبار ومدركين للأشياء دي تطورنا مع حضراتكم إلى أن وصلنا بفضل الله لهذا المستوى طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وخدوا منها سكرينشوت صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طب بالله عليكم بالله عليكم شفوا النزول هنا عامل ازاي شفوا انحضار شديد جداً صح؟ طب تعالى اكتب بقى يا أستاذ الظهر كلمة كلمة عفوا كلمة ضريف شفوا النزول مش هيبقى شديد جداً ولا شيء أنا هاجي حضراتكم يا أهل حسن خطك قول لي بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هاجي من الضاء من حرف الضاء واطلع لي فوق حوالي نقطتين من فوق السطر شفتوا الحركة؟ أهي وأصحب منها وانزل بس بنتشها كده وبعد نكملها حضرتك صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم المسافة دي كم مقطة يا أستاذ الضاء والطاء الطاء مع الراء بعديها أي طاء وأي ضاء بعد راء بعدها يبقى هنا نقطتين وقدم نقطتين دول صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طب ايه تاني؟ ايه تاني؟ إن عصاية الطاء بتنزل على نهاية البياض بهذا الشكل طيب ايه تاني؟ بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم نقطة الضاء ضريف والياء والفاء هجيب الياء من فوق خلي بالنا الياء ما تملش كتير تكون شبهة يعني زي نفسي ميل الألف وأصحب ما نزلش على السطر لسه وآخذ منها حرف الفاء اللي بيشير إلى هناك وآخذ النقطتين بهذا الشكل وآخذ النقطتين بهذا الشكل صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونقطة الفاء ونقطة الفاء هنا صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم دي بتشير إلى الساعة واحدة صلنا على النبي اللي جلس على سطر الأساس هو الفاء وليست جسم الفاء وليس الفاء وليست الياء اللي جلس على السطر هنا هو ده المكان ده أكتر مكان بيجلس على السطر صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا المسافة دي حوالي ثلاث نقاط وهنا نقطة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب ايه ثاني يا أستاذ عليه الصلاة والسلام باقي عندنا نظرية ونظافة وعظام نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واللي حدد يأخذ من دية سكرين شاط يأخذها عندنا كلمة نظرية ونظافة وعظام بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كلمة نظرية لا ينزل أي شيء فيها من على السطر أنا هاجي حضراتكم كتف النون هو اللي بيجلس على السطر وبعدين الراء يوزيه من الجهة الأخرى الراء وإنه حد فيهم مش هيلمس السطر وإن حد فيهم هو اللي هيلمس بس يبقى الراء هي اللي تلمس بس صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنكتب أمام حضراتكم حرف النون بأخذ النون بهذا الشكل حوالي نقطة طويلة أو نقطة ونص أسحب منها هتكوس بهذا الشكل وأطلع لفوق وبعد ما أطلع لفوق ما أفش بقى هروح لافف علشان أأخذ حرف الض أطلع نقطتين وبعدين أنزل براء آهو زي ما حضراتكم شايفين عصيت الض النون والض والراء طبعا دي حوالي نقطتين عن سطر الأساس دي تتكوس أنا قلت لحضراتكم الحدي فيهم هيلمس السطر واحد بس يبراء صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم دي مرتفع حوالي بس ربع نقطة من على السطر لكن دي اللي جلسة تماما على السطر أو إذا لمست السطر ما فيش مشكلة يبنون والض تعال بقى الياء هنعمل هياء من غير سنة سنة هنسحبها بهذا الشكل صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وامشي نقطتين وبعرض تلتين الكلام واقف بعد النقطتين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ملهاش سنة هنا أنا ما عملتها من غير سنة وهات عصيها ارتفعها نقطتين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم واسحب منها نقطتين واغلق من تحت اهو. نظرية. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. دي نكتطين ودي نكتطين ودي نكتطين وهنا نكتة. وهنا في نكتة تحتها تحت الهاء. هناخد كلمة نظافة وعظام. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. اشوف حرف النون. بعد ان ااخذ منه. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. حرف الضاء مع الالف مد بينهم نكتطين. عصيط الضاء. يكونوا نفس الارتفاع. والنكتط النون. والضاء. طبعا دي مش هتلمس السطر. علشان دي لمست. او نظارة. اهي نظارة او نظافة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. نظارة. هاخد الفاء. وبعدين اخد منها. وانزل بالفاء هو. وبعدين امشي حوالي نكتطين. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين حرف الضاء. نظافة. اه. ممكن نعمل النقطتين متصلتين. جنب بعض. وممكن نعملهم اللي هي الشرطة اللي هي الافقية دي. ممكن اخليها نظارة. اهي حرف الراء خلي بالنا. حرف الراء. اهو. شوف الراء. الله يرضى عليكم. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. والتاء المربوطة. زي ما قلت لحضرتك باجي من هنا. وانزل. ما تبدأهش من اي حتة غير من النقطة دي. ببدأ من هنا. وانزل. ببدأ من هنا. للتاء المربوطة. وتروح نازل زي التاء وقفلها من هنا. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. نظارة او نظافة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مع النكتطين. اخر كلمة ونكون خلصنا حسطنا النهاردة ان شاء الله. علشان نشوف شغل حضراتكم. هناخد كلمة عظام. حرف العين. ببدأ بالشرطة كده الاول. باخذ من العين هذا الشكل. بعدين اجيب العين جسمها نازل بهذا الشكل وهيلف. شوفوا انا بلفهو. يخططيني يا سدزة. ما بجلسش على السطر بقى خلاص. خلاص جلست على السطر دي انتهى الامر. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. اهو. عظام. هطلع بقى نقطة عصاية. الله يرضى عليكم انا احيانا بغلط فيها انا نفسي ما انا مش ملاك. ولكن بالراحة هات من قدامها من هنا. من قدامها من هنا وعلشان تنزل هنا. اهو. راعي ان هم يكونوا متوازيين عشان شكلها يكون زي زي العسل وجميل بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عظام. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. هات المين بقى. هنجيبها زي استاذ احمد صبري زايد. عظام. ممكن ننزلها التحت شوية كمان عشان يكون بينها نقطة واحدة مش نقطة ونص. هذا حرف المين. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. المسافة هنا نقطتين. هنا حوالي نقطة. هنا حوالي نقطة ونص. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كده خلصنا كلمة عظام. انا بشكركم جدا على استماعكم وصبركم علي. اقدر ان شاء الله اشوف خطكم الجميل. وان شاء الله خطكم يكون احسن من خطي. اللهم امين عن قريب. وانا اسعد بذلك ان انا اكون السبب والدال على الخير والداعي الى الخير. الصفحة دي صفحة تسعة وتلاتين من كتاب الاستاذ احمد صبري زايد. اللي اخوي احمد ممكن يرسلكم الرابط بتاعه. او يعلك بالرابط بتاعه في في الفيديو. يعني الفيديوهات دي اللي بيشوفها اخوي احمد او حضراتكم ممكن تحطوا الرابط. جزاكم الله خير تدلوا الناس على الخير. احنا الكتاب يعني مش مش عليه حكوك طبع ونشر مش ممنوع. فاحنا ما فيش مشكلة اذا استفدنا وافدنا غيرنا يا اخواني الكرام والاخوات الكريمات. قلت لحضراتكم ده الكتاب ده صفحة تسعة وتلاتين من الكتاب استاذ احمد صبري زايد. رحمه الله لخط الرقع. ازاكم الله خيرا. ان شاء الله استقدم حضراتكم. خط الرقع خط جميل. خط رائع. اه كان بتكتب بيك جراية زمان في مصر لما قبل ما يتظهر الالة الحديثة او الالة الكتبة او الالة اللي اه كانت بيكتبوا بيها في هذا الزمن. طبعا ما كانش في كمبيوتر. فكانت الالة الحديثة ما طلعتش كتبات. فكان الخطاط بيكتب العنوين العريضة. وكانت الجراية دي بتكتب باليد. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. خليني نجيبها مرة واحدة هي طويلة. لكن هنا يكون مسافة كويسة. نعيدها مرة اخرى. ببرم البوسة يا اساز احمد. يا ابو احميد علشان يكون شكلها جميل. ولف البوسة في اتجاه عكس على قارب الساعة وتبقى مدببة. مدببة مدببة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. مش عريضة. تمام? الميم نهايتها بتكون مدببة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. خلونا نشوف شغل احضراتكم. ربنا يتكمل. وان شاء الله باذن الله. اعتدر عن سواء خطي. مش احنا قلنا بلاش نسمع الكلمة دي اصلا. لما انت خطك سيء. مين هيبقى خطه حلو في الدورة? يعني مين هيبقى خطه جميل في الدورة? ازا انت خطك هيبقى سيء. وبعدين لما انت كده هتقول كده على نفسك. ها? لما حضرتك هتقول على نفسك كده. انت عايز الناس يقولوا على خطك ايه? صلنا على نبي صلى الله عليه وسلم. اه يلا ان شاء الله تتفقدنا الاخوات تتفقدنا او يتفقدوا اختهم اه استاذة سارة حسن هي بتعتزر. سألوا عليها واطمئنوا على اختكم. وبلغوها اه سلام اسرة حسن خطك اونلاين. ان شاء الله. والدعاء لها بالشفاء ان شاء الله. طيب يا قال حسن خطك اونلاين. ما شاء الله عليكم كلكم خطوتكم رائعة وجميلة. الا ليزنف نفسه بقى ان خطه مش جميل انتو حرين. زبطها جرب فيها بوزها. بوز البوصة. قلت لك قصة كأني اكلت. مرة واتنين وثلاثة بسم الله. واحد. يلا يا استاذة تكوى ازا هتفتح الكاميرا ان شاء الله. اثنين. ثلاثة. جزاكم الله خير. اللي حبيب يصحح يبكى. والزملة وفصل ان شاء الله انا بدخل تاني اكمل تصحيح لحضراتكم. قلت لحضرتك بوز البوصة عايزة اللي يمسك القطر ده لازم حد يكون قلبه جامد. عنده شجاعة. في الحق ان شاء الله. فاظنك واحسبك كذلك ولا او زكيك على الله. مم? ما شاء الله بقالنا سنة مع بعض وعمالي اغرز فيك الحاجات الطيبة والحاجات الحلوة. خليك شجاعة. خربها ايه المشكلة? ايه اللي هيحصل يعني? بسم الله. فرسان. الليلة. اربعون في حسة في دورة خط الرقع وجرب يا استاذ احمد. محدش هيتعلم الا ما يجرب. ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خير. يلا يا اخواني الكرام. بسم الله. نروح للاستاذة نيفين سالور من من تركيا. ما شاء الله. اهي. اختنا الفضلة. شفاها الله وعفاها وتم شفاها على خير. شفوا. يعني ما شاء الله. دي حصيلة الدورة. ما شاء الله. فضل الله. حصيلة فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى. انا سعيد جدا جدا بالخط الرائع الممتاز. بدأت تكتب بكلم عريض اهو اتخن الكلام. بس آآ خلينا نديها بعض الملحوظات. الطاق ميم هيلة جدا. جدا جدا. احسن من بتاعت الاستاذ. يقال سالور ارفعوها فوق شوي. خلونا بقى المرة الجاية نرفع الطاق شوي عشان ميم تبقى اعلى من السطر شوي. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. ده الامر الاول. الامر الثاني. الطاقية هائلة ورائعة. الثالثة. الطاقية دي. هيلة جدا جدا. ما شاء الله فوق الوصف. هل خط ده ده خط استاذة نفيني احمد يا عبدالغني لما بدأت الدورة. مستحيل. مستحيل وانجليزية كمان. صح يا احمد? ليه? الله يعنها جزاها الله خير. هي وقبلة شيرين. انا بدع لهم وبدع للجميع. لكن انا بخص دول اذكرت اسمائهم ليه? اكتر اتنين بيتعب ويشتغل. وانت اكتر واحد بتتعب اداريا جزاك الله خير. بالاضافة ان خطك ما شاء الله بيكفز. لكن استمر يا ابو احمد وجرب في البوصة. علشان ما نتعبش ايد استاذة نفين في التصوير. تعالوا نروح عند النون. النون الاولانية الطاق مع النون. ركزته على النون فالطاق ما طلعتش جميلة جدا زي الطاق اللي في السطر الاولاني. الطاق مع الميم. احلى من خط الاستاذ. يمكن زي خط الاستاذ صبري زايد. الطاق اللي في في الصف الاولاني. اما الطاق اللي في الصف الثاني عشان انتم مركزين مع النون. لكن الطاق التالتة حلوة. الطاق الثالثة في النون جميلة. لسا النون هنتكلم عليها يا استاذة نفين. طيب. النون بقى. احسنهم النون الثالثة. لكن النهاية قاعدة كتير برضو على السطر. يعني النون الثالثة. استاذة نفين خدت رقم واحد. بالكرب بتاعه ماشي. لكن جلست مشيت مستقيم على السطر. والاولانية تدورت كتير. النون الاولانية يعني ايه? مكعرة على بعض كده. ما فيهاش حتة ان احنا ننزل وبعدين نقف وبعدين نتدور. انزلوا نقطتين. والنزل يعني نسحب للشمال كده نقطتين. والروح متدورين. والنهاردة اخدنا تدريب جميل جدا لو اتفركتوا عليه في النسخ. تدريب النقاط. فانا عايز حضراتكم وعايزكم تعملوا يا استاذة نفين النقطة مستطيلة. نقطة مستطيلة ايه ده? نص مستطيل. يعني مستطيل رفيع جدا وصغير. صالحين على النبي صلى الله عليه وسلم ما هياش معينة زي نقطة ظريف. نقطة ظريف حرف الفاء. نقطة معينة يا استاذة شريك. يا استاذة نفين. لو قطعت النقطة دي نقطتين لطلعت نقطة الفاء. نقطة الفاء. مستطيلة انا كلمتش على الفاء. انا بتكلم عن النقطة يا استاذة نفين. نقطة الفاء ديت كبيرة. لو قطعتيها. حطتي سن القلم او القطر بتاع حضرتك من الساعة واحدة للساعة سبعة هتقطعي بالشكل اللي احنا عايزينه نصين والنص منهم تبقى دي النقطة يا قال حسن خطك أولاين طيب الأمر الثالث أنا قلنا ملحوظتين على النون النون عايزين نزبط النون نرجعها من الكتاب من شغل الأستاذ حرف النون طيب الطاقة مع الها التالتة حلوة والربعة جميلة والأولى جميلة التانية موقفتوش وقفة كتيرة سحبتو بسرعة حرف الها المنسدل لأسفل طيب النون بقى الطاقة مع النون اللي هي أيها المسحوبة دي نعم السبعة دي أحسنهم ربع واحد صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم والنزول رفيع واصطلوعة خين يا قال حسن خطك أولاين عكس الطاقة مع الها الطاقة النزول تخين والخرج رفيع اسمعوا احفظوا الحتة دي الطاقة مع الها الهابطة النزول الها التخين والطلوعة رفيع أما الطاقة مع النون الهابطة اللي هي سبعة النون اللي على هيئة شكل سبعة من الأرقام الهندية النزول الرفيع وطلوعة تخين معكس بعض طيب حرف الواو بقى وده أهم نقطة عندنا كلنا النهارده يا أستاذ نبي طيب إيه يا أستاذ عايز تقول إيه عايز أقول الواو الواو مسحوبة يعني إيه إحنا رايحين نعملها زي النسخ لا اسحبوها زي الراء فاكرة حضرتك لو جبت صفحة الراء وعملاها هتطلع جميلة جدا ولو تفرجت على الراء طيب في خطأ في الراء هنا في كل الراءات فأنا مضطر أن أنا أفتح الكتاب عشان ما أتعبش أختي الفضلة ونقعد نتكلم في حاجة بعيد هنروح نجيب الكتاب خلوني أجاهز الكتاب الأول على الصفحة اللي أنا هشرح فيها حرف الراء فين مختار عالم مفيد الرحمن خط الرقعة خط النسخ أيوة أهو طيب هعمل له شير بعد ما أجيب الصفحة عشان أوريكم الراء شكله عامل إزاي طيب هو مش موضحة هنا طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هجيب لكم الراء وتشوفوها بصوا يا ألحسن خطك شوفوا الراء على الشاشة هنا الله يرضى عليكم وأركزي معنا يا أستاذة نيفين مش تكوس كتير بصوا هو سحبها شوفوا سحبها يعني شبه ناشفة بس كل الموضوع الجسم ده اللي مكوس من ناحية دي ده اللي مكوس يعني ده اللي في تكوس لكن ده ناشفه يا أستاذة نيفين ويا أستاذة آآ شيرين طيب عايزة أوريها لكم في أستاذ عند الأستاذ أحمد صبري زايد ستوب شيرينج خلينا نجيبها لكم لو أستاذة نيفين قفلت دفترها وترتاح لغاية لما آآ إن شاء الله نجيبها على الكتاب بتاع الأستاذ أحمد صبري زايد عشان هو أوضح في حتة الواو والرأة دي أهو فين الرقة هات الرأة يا أستاذ والواو بسم الله خليكوا تشاركوني تقليب الصفحات عشان ما تزهقوش نعم خلينا في كتاب الأستاذ أحمد صبري زايد أهو قدامنا نجيب حرف واو إن شاء الله نجيب في الصفحة دي واو بسم الله بص يا أستاذة نيفين هنعمل لها بعد إذنكم هنعمل لها آآ بريزنتيشن يا هو بريزن تعرض طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر